على فكرة الأخ يوسف يعني عامل سبعين كتاب بصراحة ولكن واحد من الكتب المهمة جدا يعني فيك تشوف هذا الكتاب كاتب كتاب اسمه أرني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني وأنا بشجعك أنك تقتني هذا الكتاب معرفش معرفش إذا موجود على الأمازون أو لكن موجود في المكتبات في مصر ومكتبات يمكن في الدول العربية ولكن فيك تدخل على الصفحة على السايت كمان إحنا أخدنا الإزم من أخي يوسف رياض فيك تفوت على الصفحة وتقرأ هذا الكتاب عشرات بالمئات الدلائل يعني فعلا منشكر ومنمجد الرب وطالما حكينا على الكتاب أنا عاوزك أنت تحكي عن البراهين يعني واحد من الأشياء اللي ذكرتها إكرام الإبن السجود يعني قبل السجود إيش كمان أعماله 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 يعني المسيح عمل بالتفصيل مذكور في الكتاب المقدس 35 معجزة ذكرت بالتفصيل أن المسيح عملها وهي معجزات قال عنها المسيح لو لم أكن عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لما كانت لهم خطيئة أما لم فليس لهم عذر في خطيئة يعني اليهود الأشرار زي بعض الناس موجودين النهاردة ما قالش المسيح أنا هو الله فاعبدوني سهل أن الواحد يقول لكن هل يقدر يبرهن ويثبت المسيح في الحقيقة مش قال بس مع أنه قال وعبر عن هذا الموضوع المسيح قبل ما ييجي قال لهم العذر نام قال له طبعا لما كويس أنه نام حيقوم قال لهم العذر مات وأنا فرحان أنكم أن أنا ما كنتش موجود علشان يزداد إيمانكم به ولما راح عند قال عن موته قبل يعني هو العالم في كل شيء أي بالضبط ولما وصل مرسى قبلت وقالت لو كنتها هنا لم يموت أخي مما يدل على أنها عندها ثقة بس محدودة الله يقدر على حاجة يخمرت بس مش يقيم بالضبط فقال له سيقوم أخوك من عارف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير لا أنا هو القيامة والحياة القيامة ليست حدث القيامة شخص والحياة شخص أنا القيامة والحياة طيب برضو كويس الكلام لكن أثبت ذلك لما راح القبر قال لرفعه الحجر مرسى قالت له ما احنا قولنا بلاش ألم أقول لك إن آمنت ترينا مجد الله وبصوت عظيم مش عشان يسمعوا الميت الميت ممكن يسمعوا من أمس لكن عشان آخر الناس اللي موجودة في المقبرة تسمع إن يسوع نادى لعاظر بصوت عظيم وإحنا عارفين بقية قصة إن اليهود نو يقتلوا لعاظر يعني مش هنقتل المسيء بس وده حجة الغلبان اللي ما عندوش حاجة يدافع بيها عن ضلاله اللي هو فيه وحاب بالضلال فقراروا قتل العاظر أتمنى من قلبي إن اللي يسمع عن المسيح يفتح قلبه يقامن بيه المسيح قال في يحنى 8-24 إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطايا فدي واحدة من ضمن يعني هو بس اللي عاوز يعني بعد إذنك إنه هو مش بس أقام وأحياء العاظر هو عمليا عملية خلق صعب خلق جديد لأنه إذا أنت يعني كل الأنسجة وكل الأمعاء من جوه والدم كل كله يعني تحلل فكل هذا يعني يحتاج إلى عملية خلق وهذا طبعا فإنه فيه خلق الكل كما يقول الكتاب المقدس